المساء الخير كل سنة وانتوا طيبين يارب تكون سنة خيرة علينا يارب ان شاء الله النهاردة معنا مارو عبدو هتقدم لنا تورتة السماء ودي احتفال عشان نرسل سنة تفضل يامر السنة خير الحمد لله انا النهاردة حبيتها بقى حاجة مختلفة عشان نبدأ السنة الجديدة بحاجة مختلفة وجميلة وفي نفس الوقت تنفع ان احنا نروح بيها لضيوفنا او نقدمها للناس فهتبقى حاجة لطيفة ودي تورتة سالمون تورتة حدقة مختلفة تماما فهنبتدي مع بعض الاول بنحتاج توست ابيض الاوكي او اللي هي العجينة الجهزة بس انا بفضل التوست الابيض دي بقى لايق اكتر ده بنشيل الحروف بتاعته كده بتاخد وقت قدي امر نص ساعة ماكسما يعني عشان كده هي سهلة وزريفة اوكي كده بس كده تمام الاول انا لما كنت بجيب من عند اي حد حلويات او كده بلاقيه الكيك بكلها او مدورة او مربعة او مستطيلة شكلها تقليدي او بصراحة فانا النهاردة حبيت تبقى حاجة مختلفة فطبعا قعد ادور 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 ممكن يكون ايه اللي تنفع عندي فكانت احسن حاجة بالنسبالي لان انا دورت على دي لقيتها في بيتي طبعا دي باول عادية زي اي باول في البيت كله فبالاول بنبتدي ازاي ان احنا بنحط زيت بسيط ده اي زيت ولا لازم زي الزتون او كده اي زيت اي زيت عشان بس اهم حاجة نعم ما تلزقش تمام تمام بيبقى عندنا كيس كده بنحطه بيبقى عبارة عن حاجة فاصل بين التوست والازاز عشان ما ينزقوش في بعض تمام عشان لما تيجي تقلبيها بالزبط تتقلب بشكل صح بنرس التوست بتاعنا انا مجهزة هنا تحيلو انت مجهزة لنا كتير اصعدك نظفت يريد تمام بنملك كل الفراغات زي ما احنا شايفين كده تمام وبعدين بنقوم جايبين دي عبارة عن مجموعة جبن مع بعض بتبقى الكافيار احنا عارفينه طبعا اللي بيبقى في الانبوبة الجبن اللي هي المربعة وبعدين بيبقى فيه اي جبنة سبريد عليها تاني طبعا هي في مفروف تبقى تكاليفها اكتر من كده حاجات المستوردة بس انا حبيت ان انا اقلل في التكاليف على قد ماركة يعني الخلطة دي عبارة عن الجبنة سبريد الموجودة في اي سوبر ماركت عادي تمام كم نخلطهم كلهم في الخلاط مع الكافيار وواحدة سالة من الندي بتتضرب كويس قوي 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 عشان نتبقاش فيها اي فتا فيت خالص تمام بنيجي انت بتسقي بيها التوست اه عشان يلزقوا في بعض ولبناء برضو اللبناء من اهم اي نوع لبناء من اهم المكونات في الموضوع لان هو ده اللي بيلزق التوست في بعضه تمام 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 بتحطي مين ومقدي ايه مثلا كمية عشان لو هنعمل دول زي دي نعمل مثلا بتبقى بالزبط انا كنت كتبت المعاديرة على الشاشة تطلع دلوقتي بتبقى عبارة عن نص كوباية الجبنة لسبريد تمام ونص علبة اللبنة اللي هي الصغيرة تمام اللي هي الميتين جرام بناخد نصها اه وبناخد ربعمية جرام من سلمن مم ربعمية وخمسين تقريبا على حسب احنا احتياجنا ايه للزويق يعني تمام دولتي بتعملي الطبقة التانية طبقة التانية نبدل نرسه 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 فيهم المعادير زهرت معنا على الهواء هي تمام نبقى معنا نص علبة زبادي ومعلقتين مايونيس دول بيت دوف ليزر اكثر هني بس المعادير زهرة معنا توست ابيض منزوع الاحرف واثنين علبة زبادي واثنين معلقة صغيرة مايونيس نص علبة مكتوب اثنين اه اوكي ومعلقة جبنة كيري ومعلقة لبنة اربع معلقة لبنة وشاري توميتو وكافيار انت عافيني الكافيار اللي قلت دالله احنا حطينا الكافيار كريم اه وخاصه اصابع كبوري تمام بنيجي عشان نزود يعني تبقى الريتش اكتر تبقى بنحط هنا طبقات سعلة من في النص يعني دي الحاجة الوحيدة وطبع مكلفة في الاكلة صحا يعني طبعا زي في حاجاتين طبعا برضو الكافيار مش يعني يعني مش متداول للناس قوي بس لطيف وانا بعمل بقدية بقى عشان هو بيبقى اكتر يعني انا زي اي ست بيت مصريف ومضخة كده بتقفل كده دي بقى الطبق اللي هي تحت اللي هي القعدة يعني اه اه هتبقى بالضبط لما هنقلب البول هتبقى هي دي القعدة تمام حبي نزوي طوست تاني احنا على حسب احنا احتياج مئين كل واحد برغبته بس هو يعني انا شايفة كده اينف بترجاي بقى تسقيب حاجة ولا بس هي كده تسقيب نفس ده بنفس الاصاص اللي هنقلب نعم نفس الدراسينج ده كده هو ده مين لي اساسا الموضوع هو طبعا والسلام او كل حاجة يعني بس اكيد طعمها هيطلع طعم برضو طبعا لازم نقفل بقى بالطوست الابيض السادة خالص الاخر علشان ما بقاش في حاجة فيها صاص مر بقاش من تحت مبلولة وليلي بقى انت النشاط بتاعك ده بتلتي من امتى بقى لي حوالي سنة طب حلق ودي بقى فكرة كده على طول ولا انت كنت حب الطبيق طبعا بحب طبعا الطبيق طول عمري طبعا لا لا زي اي بنت شطرة بتحب انا بحب المطبخ طبيعيا ده طبيعتي من زمان ونوعية اكلتك ايه بقى يعني انا كل فترة طبعا الاول طبعا كلنا بنتعلم الشرقي كلنا بنتعلم في بيوتنا الشرقي بيوتنا المصرية بالزبط كده وقهرينا المصريين وهو كل الناس على قد ما بتحب الاكل المشتقليدي وبعد كده بترجع في الاخر تحن تاني للاكل المصري دلوقتي بنقلبها على اي حاجة حتى ولو ايفن هي حاجة مش فظيعة يعني ده برضو عشان نقلل شوية في التكاليف بنقلبها كده طبعا بنعملها في المصر تاخد وقت بقى ولا انت يعني طبعا احنا عاملينها بسرعة لشان البرنامج هي كده بالزبط نفس الوقت ده بس طبعا بنبقى احنا بس مجالزين برضو يستحسن تتحط طبعا ساعة في التلاجة او كده انا بحب يحطها في التلاجة شوية تلم مع بعضها شوية اه وكل حاجة تاخد من طعمة بعض ده بقى بيبقى نفس السبريد هو هو بنحط تاني هنا من برا عشان نستيك عليه بقى نلزق عليه السلمن نفسه شرائح السلمن كأنه هو السامغ اللبين بالزبط ابتديت شرقي قلتلي وبعدين حولت بعد كده بقى الحاجات الإيطاليين وكده انا بحب برضو السلمن جدا انا من عشاق السلمن سراحا يعني يعني انت اصلا تخصصك عايز تتخصصي في التورتات والحاجات بتاع التلاجة الحوادق التورتات الحوادق اه اتخذي الاتجاه ده بس اه اكتر انا ما بعرف يعني مش احسر حد في الديزيرت يعني وكده فبصراحة اه بحب الحاجات الحوادق ابتر يعني احنا كده غطينا كل التوست بتاعنا الطبقة الخارجية دي من برا بنفس الدراسنج ده تمام بنيجي بقى على السلمن شرايح السلمن اللي هي اهم حاجة تمام ويفضل بيبقى فيه لون فاتح كده في السوبر ماركت بلاش تجبوه مش لطيف فيه لون بيبقى غامق ده احلى بيدي احلى شكل للتورتة مش مبقاش لونها مش لطيف يعني ده بيبقى معلب جاهز ولا انت بيجيبيه من شركة مائين عشان لأ بالشركات طبعا بس يعني اعلانت بقى بنغلف طبعا كل البومبهاية دي بنفس الطريقة كده هو حتى فيه فاتح وهو غامق طبعا هي على حسب السمك نفسها احنا مش بنتحكم في حاجة يا سبحان الله بتبقى لونها بقى واحدة لونها اورنج فاتح طبعا اللون الاسود ده بيبقى من تعرضها للهوى تعرضها للهوى وبيعملوا لها كمان بيعملوا لها نوع من انواع التدخين عشان يبقى سلامة مدخن فطبعا بيتبقى بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده احنا بقى عشان تجنبا ان احنا نبقى جزء وجزء فهنعمل ايه؟ هنعمل جزء فاتح وجزء غامق تمام عشان ما تبقاش كاننا عصدانك بزوط جدا وتبقى شكلها احلى هنحاول طبعا داري الاسود ده تبقى هو الجوة الكيت نفسها تبقى تمام تمام نعم تبقى شوية النهار ده ده كبير اسهل تقيقني او لاي؟ هو ده كبير المفروض انه هو يعني شوية ممكن على حسب الباكينج على حسب ال اوكي اه فيش الكاب ببيع بس كده سلايس ببقى يعني هو دي احسن طبعا ولما بتبقى بتعملي تورتة اكتر للاطفال لما بتعملي تورتة طبعا بتحتاجي كمية فهمتي بتبقي لاني دي تقريبا نص كيلو سلم هم كمية برضو مش قولي اللي في الباكس دي بتبقى حوالي ميت جرام او حاجة كده خلص كده خلصنا التورتة بتاعتنا عملنا لها التغليف اللي من برة زي ما احنا قلنا تمام تمام بس كمية تمام بني مسح طبعا بس الطبق بتاعنا كده من برة عشان ما يبقاش ايه؟ بشكله مش لطيف وبنعيد تاني طبعا على التورتة بتاعتنا بنشوف شكلها بقى عامل ازاي؟ تمام؟ نيجي بقى عند انا بحب دي قوي دي سوافع كابوريا او بالزبط كده اللي هي الكابوريا ستيكس دي تمام؟ انا عندي وعندي هنا التشاري توماتو انا بصراحة مجهزة لكم حطاها لكم في التكس بتاعت عصيان بتاعت الخلط السناني توتكس تمام؟ بنحط كده دول بيدوا شكل حدو قوي طبعا بنكسر بس اللون الصماء ده عشان كتير برضو قوي تمام؟ بتكسري اللون بعدين بتحطي بقى دي فين؟ انا هقول لك بقى هون تمام؟ دي اوكي اهو دي بتتفرفت كده لوحدها بتطلع كده زي الشاراية كده تمام؟ بحطها كده برضو ده كل ده زينة احنا بنتكلم خلاص احنا عملنا كل المهم ودي المفروض برضو عشان الفواصل اللي شكلها مش ظريف دي بتبقى كده عشان نفصل ما بين القطعة والقطعة ما تبقاش شكلها تمام؟ تمام؟ عايزك بس نجيب لينكس ننسح الابيض ده عشان يبقى زينة في الكاميرا شكلها اوكي تمام؟ نحاول نطلع نص بس منها كده مش كلها طبعا لان ايه بتبقى الفكنس بتاعها عريض شويتين فاحنا بنحط ايه نصها بس مايزا اقولك ان الشكلها من عندي هنا تحفة مش عارف اطلع في الكاميرا ايه تسلم ايدك تمام؟ وهم دينا حاجة اسمها كابر اللي هو الكابر ده ده برضو موجود في السوبر ماركت كلها الحاجات اللي هي المستوردة ده بس بمجرد بيبقى التزين خلاص؟ انا بقى بحب ايه عشان طبعا بالنسبة ان احنا برضو نكسر ملوحة السلمان والحاجات حاجة خضرة هو ده للتزين وفلاص اللي عايز ياكل منه بياكل ده اسمه خاص يبانية وسبحان الله بيتزرع في مية بنعمله كده؟ بنرشقه كده ده موجود في السوبر ماركت اه الحاجات الكبيرة شوية هو مش غالي خالص ولو خاص مصري عادي بلدي ينفع بس مش موجود خاص البلدي دلوقتي مش موجود لعب يبقى في الشتاء اكتر تقريبا في الشتاء بصوب ببقى شفعة على موجود دلوقتي زي زمين بنحاول نلاقي احلى حاجة طبعا لان ده كله ديكوريشن فبنلاقي احلى حاجة وبنعملها نعايز اه ده دي تدريجات الالوان اه بالزبط كده ممكن نشيل حاجات خلاص كل ده كده على قد ما نقدر احنا بنحشيه من طه ليه ما حططوش من الاول؟ لان احنا بنقلب الكيت كده او التوست يعني لما كان في الباول فما كانش ينفع ان احنا نحط الاول الخاص تمام؟ هنقصرها طبعا عشان هي انتي في حاجة هنا جايبها دي ناسيها دي بقى مفاجأة دي مفاجأة في الاخر مش كله بيطلع مرة واحدة انا قلت انستيها انا كده حرقة المفاجأة لا بالزبط كده استني لو عايزين يعني بنحط دول انا بستخدمهم علشان نلزق الحاجات اكتر كده وطبعا وقت الاكل بيتشالوا تمام؟ وهكذا نفضل ماشيين كده عليها داير داير دول بقى انا بحط اللون اللونهم محمر كده شوية عشان ممكن تكينها انا حطتها تحتها اوكي بنقسمها كده شوية طبعا انا هو عايزة اقولك في فرق طول رهيب بينك او او لا اعادي عشان اشوف الحاجة وبرده نفس الحكاية هنا بنحط كده الاخضر بيبقى دايما الخضار كده شكله مع الالوان تناسق فضيع يعني يعني يا حبازة ان احنا نلزقهم بالايه بالتشاري توميتو اللي احنا عملناها اهي كده تمام؟ تجيدي بيها بقى كده ناخد الحطة اللي ورا دي كمانا اضرع نعين تخفى يا مر وتجنن تمام؟ طبعا هو اللينك والتواصل معاك يطلع كله على الشاشة اوكي وبعدين بنحط اي حاجة بقى باينة ملهاش يعني زي التوت بيكس لو حروفها باينة بنغطيها بالكابر ده بنحاول قد ما بنقدر ان احنا يبقى شكلها شيك عشان احنا زي ما احنا قلنا في الاول احنا رايحين بيها لناس لناس حتى لينا تبقى احتفال لطيف طبعا في بيوتنا انا بتكلم ان احنا تبقى حاجة بريزنتبل اكتر بنكمل بقية دوريات الخاص اللي احنا عاملينها طبعا الخاص مخصول وطبعا عشان احنا وقت البرنامج اه هي بسرعة بتتعامل في وقت قليل جاي ما انتم شايفين كلها مش مجاهزين حاجة قبليها كده احنا خلصت كده تمام عايزين تحطوا هنا مثلا ترموا كده شوية شاري توميتو برضو لطيف اللي مفاجأة بقى اللي مفاجأة بقى اللي مفاجأة بقى الم تبدأ اوكي خلاص احنا دول توست انا عاملاهم على باي شكل عندك اي شكل اي حاجة خليكي بقى شطرة تجيبي غطى برتوان اي شايف عندك بتشتريه من عند بتوع الادوات المطبخ كب باية كب باية بتقطعي بيها التوست عشان بدلا ما تقطعيها كده مربعة بتقطعيها مدورة زينا انت شايفة كده وده في الاخر ببقى اسمه كنابي كنابي ده حاجة مش مكلفة وشكلها شيك قوي في العزين بتجيبي بنفس الدرسنج اللي انت عملت به في الترطة تمام وتحتاجي دول اكيد تمام بنحط مرة واحدة سلمة كده تمام وده بقى ايه السر المهنة بس انا هقوله لكم دي بتجيبيها من عند ايه خضري تمام بتبقى حاجات هم بيقفلوا بيها الخضار ما تعرفيش بقى ده بيباس هم عاملنا كده باند كده معين انت عافة انت ممكن تطلعيهم البصل الاخدر اه بس انا ما بحبش البصل طبعا هو البصل صاحب السلمان فعشان كده الناس بتستخدمه انا ما بحبهوش يعني للأسف ما بحبش يعني تيست البصل في اي حاجة وكده احنا بقيت شكلها عامل كده شكلها شيك قوي زي ما تحط كده اه ممكن تحطيهم كده واحدة تحط كده تمام هكليها لكم كده اكتر عشان تشوفوها عشان ننوى هناخد برضو واحد ستيك كابوريا تبقى واحدة بالسلمان واحدة بالكابوريا نفس هي هيها المدورة ممكن نعملها بقى كتير انا بقى عاملها كتير بس طبعا النهاردة عشان الوقت اختصارا للوقت انا بس بعلمكو نعم كده تبقى اعملتي احلى عظومة سيفود لأولادك او لقريبك او لحد انت رايحاله في النيو يير هنبنع التجمع في السنة دي عشان ربنا يصر علينا يا رب ان شاء الله وفي بيوتنا وتفرحي أولادك وخصوصا لو بيحبوا السيفود يعني احنا دلوقتي بقى كل الشباب بيحبوا السوشي مكلف بالنسبة لنا قوي فبالعكس دي تكليفتها لطيفة وحلو ان هم يعملوها معاكي انت لو هم عندهم يعني الهوية دين طبعا اللون الاخدر ده بيدي كونتراست فزيع مع اللي موجود اللي هو الخاص اللي موجود في الصينية تمام تمام احنا بس نشيل الكلام تم دي هي دي المفروض تبقى أطف من كده شاي يبقى شكلها في هونكا في الاخر يعني ودي كده اللي هي الكابوريا احنا خلينا هنا نجابها هنا كده عشان تبقى أوضح هنحطهم لكو كده هنجد كده تقريبا تمام وبنحط نزودها اللون الاخدر بيكسر برضو اللون الارانج الفزيع اللي احنا نستخدمين كده نبقى احنا خلصنا كل اللي عندنا وقدرنا نساعدكو خلاص كده مروه احنا خلصنا مرسي يا مروه ليكي جدا لعفو مرسي وياريت تقولوا اتبسطوا وعجبتكو واستفدتوا كوني معنا مرة تانية ان شاء الله بافكارك الجميلة ان شاء الله ان شاء الله نطلع فاصل ونستنى نور الهدى موسيقى